ووقف رؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد دقيقة صمت تضامنا مع أسر الضحايا وحدادا على أكثر من أحد عشر ألف إيطالي كانوا في عداد ضحايا فيروس كورونا حتى اللحظة قد تخلع رياح الأزمات الحذاء الإيطالي من جسد الاتحاد الأوروبي كما خلع قبله التاج البريطاني وروما تترك وحيدة في مداوات مآسي كورونا عزيز عليها رئيسة بلدية روما درجينيا راقي أن ترى بلدها المثل في الجمال مقاما للوباء نكست الأعلام في البلاد حدادا على أرواح السائلين في درب الأوبئة التي مرت بها إيطاليا منذ قرون وإن كانت جموع الموت هذه المرة الأكثر منذ الحرب العالمية الثانية دقيقة صمت واحدة قد لا تكفي للحزن على كل أولئك ليست تلك البندقية المعهودة وقوارب المحبة فيها رواكد وعشاق الحياة يغالبون الموت في المستشفيات عصي على عين أي سائح أن يصدق أن تلك هي فلورنسا عاصمة الموضة الإيطالية وموطن عيار الذهب الخالص ونفحة المطبخ المتوسطي الشهي أثين العصور الوسطى كما تلقب يخترج في قلب متاحفها تاريخ قديم مكذومة أجرى سكنائسها ودمع الحزن يكاد ينبجس من أعين تمثيلها الوحيدة في الساحات مصدة ميلانو البوابة الشمالية لإيطاليا لاسكالا دار الأوبرا الأشهر في العالم تمتنع عن أي عرض وإيطاليا حسينة العالق في الفلسفة الرومانية على أطرافها يرفض أن ينافس أي عرض ما تفاجئ به الحياة الناس على مصرحها من فواجع تذكرهم في الحد الأقصى بالكوميديا الإلهية لكاتبهم دانتي أليغيري وهو يقول الذي يقهرك له قوة لا يصمد أمامها أي شيء رغم ذلك يحاول الإيطاليون الصمود إنهم أول من غنى على مدخل النفق الكوروني سيبقى صوتهم يناجي السماء أن يرحم تحتها كل مصاب